السلام عليكم اتمنىكم بخير وعلى خير وبكامل الصحة والعافية وعب واشتركوا مباركة مسعودة غادي نوجد معاكم مقريسات للعيد بلا محسينات بلا والو و بلا فورس كي يجي ورائعين فشفشين ورطبين وخفاف على المعيدة شي حاجة طوبة لبنات فانتمنى تجربوهم وترضو علي الخبار لأنهم فعلا كيستحقوا تجريبا والأخوات لي ما تيبغوش الفورس هادو يعني غريسات بالفينو بخو ديال مزيا اللي ما تيحتاش الفورس اللي راكم ما شاء الله شحل ديال البنات كي يبعتوا لي بتطبيقات ديالهم في الانستقرام ديال هاد المنتوج الغزال والعاجيب الفينو بخو ديال مزيا يلا ندوزوا المقادر وطريقة التحضير فكل ما غادي نحتاجوا في المقادر ربع كاس ديال مأزهر كاس ديال زبدة مخلط ما بين زبدة مدوبة وزيد 600 جرام ديال الفينو بخو ديال مزيا كاس ديال السكار واحد ثلاثة طلماعي القات كبار ديال حليب مجفف قبيصة ديال الملح كيس ديال خميرة الحلويات وبيضة معلقة كبيرة ديال خميرة الفورية ومعلقة ديال نافع ومعلقة ديال زنجلان قبيصة ديال مزيا كاس ديال حليب مجفف قبيصة ديال خميرة حلوة الملحة معلقة كبيرة ديال الخميرة المجففة او اللذير والخميرة المعجونة قبيصة ديال سكار معلقة كبيرة ديال زنجلان معلقة كبيرة ديال النافع هنا عندكم من نص كاس حتى لربع كاس ديال ماء الظهر اللي ما عندوش الماء زهر ممكن ندير الصاشية ديال الظهر ويدوبها في ربع كاس ديال الماء هنا كاس مخلط ما بين زبدة ندوبه والزيت وبيضة وغادي ندير واحد القريصة ديال المسكة حرة أنا كتعجبني مع النافع والزنجلان والظهر هذا الرباعي العجيب تيحت واحد المضاق ديال هو في صراحة مضاق مغربي ونكهة مغربية مميزة جدا قليل في انتر القواعد في دول أخرى صافي هنا غادي نخدم العجان ديالي وهذا تبعوا معي الطريقة لأن الطريقة مهمة جدا أول حاجة ما نضيف لها ما لوالو ولكن خد تكونوا غديروها بيديكم تبس بسوها ضروري هاد الفينو بخو يتبس بسم زيان بهاد المكونات كاملة وتلبس لي الحبيبات ديالو بهديك الزبدة والزيت شفتو تيولي مرمل بحلة غادي نصوب الحرشة دابة مني تلبسوا لي الحبيبات كاملة عاد نضيف الماء بالنسبة لهاد المكونات غادي تزليكم من مئتين وعشرين ميليليتر ديال المدافي حتى لتلتميات ميليليتر لأن العجينة ديال القرص لازم تكون خفيفة وكتلصق في اليد هذا سر من أسرار هذا السر الأول ديال نجاح القرصات بصفة عامة نجعلها تدلك مزيان مزيان حتى هذا الفينو برو يطلق لي الخيطة ديالو اللي ما عندوش العجن بطبيعة الحال رغادي عجن بيديه عادي كنبقى ونعجنو فيه حتى تولي عندنا واحد العجينة لينة ومدلوكة وكتكون متماسكة ما تيبقاش ذاك الحبيبات ديال الفينو برو ديال مزيية هكاك حرشين كتولي عجينة ملسا ديك الساعة كنعرفوا أن العجينة ديالنا راها يعني واجدة ومدلوكة هنا صافي العجينة ديالي مزيان مزيان شوفوا كيف قلت لكم كتكون تلصق خفيفة وتلصق في اليد مدلوكة ناجحة مية في المية بالنسبة لأخوات اللي طلبوا مني قريصات بلا فورس شوفوا العجين ديالي بعد مدلوكات وشوفوا خغير بالفينو برو ديال مزيية وبلا فورس شوفوا كي كي يجي رائع قادي نغطيها ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم دياله هنا من بعد مخمرات وضعف لي الحجم ديالها كيف كتشوفوا كان حصلوا على واحد العجين نغزال بزاف بزاف هو بقي طب موالوكة تبلك العجينة رائعة بزاف يعني رائع قريصات ناجحين مية في المية كان شكل منهم كوائرات الحجم اللي بغيتو صغار ولا كبار ولا متوسطين اللي بغيتو انتوما قياسكم انتوما اللي بغيتو فالعجينة تتعجبك بهاد المنتوج ديال الفينو بخو ديال المزية كتكون غزالة ولعبي بها كيف مما بغيتو وكيف كيقولوا مع الفينو بخو ديال المزية تفنن في العجينة والله انتو كتفني فيها فعلا وصفات اللي بيه ناجحين مية في المية وكي يصدقوا مية في المية صافي غدي نكمل انا تشكيل نشكل كوائرات نستفن في الطاوة اللي غددخل الفران انا ملبسة بورق الطبخ انتوما ممكن تدهنوها غير بشوية الزيت الى ما عندكم شو ورق الطبخ يعني يعني اللي عندكم قديوه به احنا كندير هذا غير باش ميتوسخوش لي اللاطاتهم بقى غسل غسل كورتهم وخليتهم خمروا نص ساعة اخرى وهنا من بعد ما خمروا خديت اصفر البيض مع شوية دي القهوة سريعة الدوابان وشوية دي الماء الزهر خلطهم مزيان وغادي ندهن القريصات ديالي وفي هاد الاثناء انا الفران ديالي ردا بده يراتي يسخن على ميتين درجة والنرش على من الفوق ومن التحت بمجرد ما غنكمل الدهين ديال القريصات ديالنا كاملين وغادي من بعد ما يعني ندهنهم كاملين غادي نزينهم بشوية ديال زنجلان اللي بغا يدير اللوز ايفيلي يديرو اللي بغا يدير زر عاد القرعة دبرة ولا تكت يديروها معاه يديرو اللي بغا مويم اللي بغيتوا تديروها ديروها انا بغيت في النطاق ديال البلدي الزنجلان كيتواته مع القرص بشكل عجيب ما زل بريوش نقدروا نديرو في هاد يعني زرارع ولا ولا اللوز ايفيلي ولا اللوز كونكاسي اما هكا قريشلات بلديين او قريصات بلديين تنبغين نديروهم بزنجلان فمجرد ما غنكملهم غادي ندخلهم الفراني طيب وعلى ميتين درجة من فوق ومن تحت وما نحلوش عليهم النار راهم بحلكك كيكونوا طالعين مجرد ما تحلي عليهم راهم تاي هبطوا شوفوا لي اللون كي ديرو غزال بزاف بزاف ورطبين ومفشفشين ومهويين وهاد القرص خفيف عن المعدة بمعنى الكلمة يعني ما كيدرش نهائيا ده بغادي نقطع ليكم وحيدة من الداخل باش تشوفوه كيف يجي من الداخل والله العظيم غزال بزاف بزاف ومصفنج ومهوي شوفو لي من الداخل العجينة يعني مجعبة نطلقوا على خير ونطلقوا ففيديو آخر وإلى عجبكم ففيديوات ايه ما تنسونيش من لايك واشتركوا بالقناة باش دائما توصلوا بكل جديد إلى اللقاء في وصفات عيد الأضحى المبارك